السلام عليكم المحاضرة الرابعة بعلمان lymphatic system lymphatic system consist of lymphatic tissues and lymphatic vessels الجهاز اللمفاوي يتكون من أنسجة لنفاوية وأوعية لنفاوية lymphatic system the lymphatic system consist of lymphatic tissues and lymphatic vessels lymphatic tissues are a type of connective tissue يعني الأنسجة اللمفاوية هي عبارة عن نوع من أنواع الأنسجة الرابطة that contains large numbers of lymphocytes تحتوي على كمية أو عدد كبير من خلايا اللمفاوية هي خلية اللمف lymphatic tissue is organized into the following organs or structures الأنسجة اللمفاوية راح يعني تترتب على شكل يعني أعضاء أو تراكيب اللي هي راح نسميها الثايموس ولمف نودز سيبلين تونسلز and لنفاتيك نوديولز ثايموس هي الغدة الزعترية لنف نودز هي العقد اللمفاوية سيبلين هو الطحال تونسلز هي اللوز ولمفاتيك نوديولز هي مصغر اللمف نود يعني عقيدات لنفاوية هذه الأنسجة اللمفاوية هي مهمة essential for immunological defenses يعني الدفاع المناعي اللي يعني يتخذ الجسم ضد البكترية والفيروسات هي عبارة عن أنابيب تساعد الجهاز يعني جهاز الدوران in the removal of the tissue fluid في إزالة السائل الخلوي from the tissue spaces من الفراغات الخلوية طبعا هاي الفراغات الخلوية تكون موجودة ما بين الخلايا يعني السائل الخلوي يكون عندي موجود ما بين الخلايا tissue spaces of the body the vessels then retain the fluid to the blood بعد ذلك بعد أن تأخذ الفلود من بين الأنسجة أو من بين الخلايا راح ترجع هذا الفلود أو هذا السائل إلى الدم لمف ماذا نقصد باللمف لمف is the name given to the tissue fluid once it has entered a lymphatic vessels يعني ماذا نقصد باللمف هو عبارة عن اسم نطلقه على السائل الخلوي بمجرد أن يدخل إلى ال lymphatic vessels إلى الأوعية اللمفاوية يعني هو خارج الأوعية اللمفاوية راح أسمي تشوف لود وداخل الأوعية اللمفاوية راح أسمي يعني لمف سمي لمف لمف كابلاريز طبعا الكابلاريز يعني أوعية شعرية لمفاوية لمفاوية أوعية شعرية لمفاوية هي عبارة عن شبكة من الأوعية الدقيقة اللي تصرف اللمف اللي موجود بالتشو الكابلاريز للأوعية اللمفاوية الدقيقة راح تجمع مع بعضها وتصرف هذا اللمف اللي بداخلها إلى small لمف فزل يعني الكابلاريز راح تكون عندي أدق من لمف فزل من تجمع الكابلاريز مع بعضها راح تكون لي لمف فزل أوعية لمفاوية which unite to form large لمف فزل الأوعية اللمفاوية هذه الصغيرة راح تتحد مع بعضها حتى تكون لي أوعية لمفاوية كبيرة لمف فزل have abided يعني هذه الأوعية اللمفاوية تمتلك شكل يشبه شكل السبحة يعني منطقة ضيقة ومنطقة عريضة because of the presence of numerous valves along their course وذلك بسبب وجود عدد من الصمامات داخل الجدران مالتها طبعا هذه الصمامات تسمح بمرور اللمف باتجاه وتمنع مرورها بالاتجاه المعاكس طبعا الاتجاه اللي رح تتهج دائما نحو القلب لأن هذا السائل بالنهاية رح يروح يعني غرض من عنده أنه تأخذ هذا السائل وترجع إلى البلاد فزلز والبلاد فزلز ترجع إلى القلب لنهاية هم هذه الأوعية اللمفاوية تكون عندي موجودة في كل الجسم كل جسمنا موجود به أو أي لنفاوية ما عدا المناطق التالية Central Nervous System الجهاز العصبي المركزي Eyeball كرة العين Internal Ear الأذن الداخلية Epidermis of the skin البشرة الجلد والكارتلج الغضروف هذه المناطق شبهها ما بيها لنفاوات كفزر This system helps produce and distribute antibodies هذا الجهاز يساءد في تكوين ونشر الأجسام المضادة When we have swelling of the lymph nodes عندما يكون عندي تضخم بالعقد اللنفاوية This is when the lymph system is fighting about the functions شوكد يصير أندي تضخم بالعقد اللنفاوية عندما الجسم يحارب ضد شيء يعني سبب لعدوى سبب لعدوى كأن يكون بكترية أو بايروس أو أي شيء آخر سبب للجسم عدوى العقد اللنفاوية راح تضخم Before lymph is returned to the bloodstream قبل أن يذهب اللنف إلى يعني يرجع إلى الدم مجرى الدم Bloodstream يعني مجرى الدم It passes through at least one lymph node and often through several عادة اللنفاتيك فزرز مثل ما تلاحظون هنا هذه هي اللنفاتيك فزلز وهذه هي المقد اللنفاوية اللي هي هنا مثل مثل الدعابل أو الخرز لما يعني من يمشي اللنف وديريد يرجع إلى البلد فزل صباح طرعا هو البلد فزل قبل ما يرجع به لازم هذا البيعاء الدموي العفو اللنفاوي يمر خلال عقدة لنفاوية واحدة على الأقل وعادة أكثر من عقدة لنفاوية إلى أن يصل إلى الدم The lymph vessel that carry lymph to the lymph node are referred to as afferent vessels يعني الأوعية اللنفاوية اللي هي تحمل اللنف إلى العقد اللنفاوية أحنا سميها afferent vessel يعني أوعية واردة afferent يعني أوعية واردة يعني تجي رح توصل إلى lymph nodes Those that transport it away from a node are afferent vessels يعني اللي تاخذ اللنف من اللنف نود وتودي بعيدا عنه أنا رح سميها afferent يعني صادرة تصدرت من اللنف نود الدخلت إلى اللنف نود afferent واللي تطلع من اللنف نود اسميها afferent الفرق طبعا بالحرف الأول A و E The lymph reaches the blast stream at the root of the neck اللنف بالنهاية رح يجمع من كل الجسم ويصل إلى root of the neck اللي هو الجذر mantle رقبة هذه المنطقة هذه المنطقة اللي أسميها root of the neck الجذر اللي تطلع من عنده الرقبة of the neck by large lymph vessels رح يصل إلى هذه المنطقة يعني من الرمية من اليمنى ومن اليسرة عن طريق أوعية لمفاوية كبيرة called the right lymphatic duct and thoracic duct يعني على جهة right side أسميها right lymphatic duct وهنا بهذه المنطقة رح سميها thoracic duct طبعا هذه المنطقة الموجودة على يعني right side اللي هو الدرج مالاتها رح يكون عندنا عن طريق right lymphatic duct تسوي لي drainage فقط من منطقة الرأس والرقبة والطرف العلوي وهذه الصبحة فقط أما اللي تستقبل اللينف يعني من الجهة left side اللي أسميها thoracic duct لا هاي رح تكون عندي تستقبل بقية الجسم كله يعني خلينا نقول مو الجسم من تصف إلى نصفين جهة اليمنى كلها تصب باليمنى وجهة اليسرة كلها تصب بالجهة اليسرة لا هي التقسيم والتها انه left side هي اللي تاخذ يعني الكمية الكبيرة من اللينف تاخذ من نفس المناطق اللي أخذت بالleft side يعني منها أيضا من جزء left side of the head left side of the neck والshoulder والchest والأبر لمب بس رح تكمل كل يعني الأبدومن يعني اللور أيضا كلها رح يصب بالthoracic duct اللي هو صاير على left side هذه هنا توضيح أنه طبعا لمن يصب هذا هو right lymphatic duct ويعني thoracic duct من هذه الصفحة لمن يصبون رح يصبون عندنا بالفين وليس بالارتيري من يرجع اللمف راح الدرينج أو تصريف متوار رح يكون رح يكون عندنا بالفين هذه العقد التي شفوها الصفرة هي عبارة عن lymph nodes العقد اللمفاوية وهذا الأبيض هو عبارة عن lymphatic vessel lymph nodes small bean size organs تشبه يعني أو size مالتها تكون أنه مثل حبة الفاصولية بعض الأحيان رح يشوفوها بهذه الشكل بعض الأحيان رح يكون شكلها كلوي الشكل يعني محطة للفلترة للتنظيف يعني هي تعمل على محطة فلترة لللمف اللي يدخل عليها اللي هو جاي من مناطق معينة من الجسم وتحتوي على خلايا خاصة خاصة بال immune system تخص الجهاز المناعي اللي أنا رح أسميها طبعا هي هواي أنواع من الخلايا اللي تخص ال immune system خلايا مناعية لكن أهمها وأكبر عدد منعتها أسميها lymphocyte وعلى هذا سمي system lymphatic system which fight infections يعني تقاتل أو تحارب العدوى attacking the body اللي هي تهجم على الجسم الإنسان hence the lymph nodes cleans the lymph and free it from pathogens and infectious bodies يعني بهذا الشي رح يعني لأنه هي رح سوي لفلترة فهذا lymph nodes رح يسوي بالنهاية رح ينظف الليمف اللي دي مر من خلاله وفريت يعني حرر من ال pathogens الأحياء اللي تسبب المرض وال infectious body الأسام اللي تسبب العدوى الجهاز الآخر أو العضو الآخر هو السبلين يعني الموقع ماتوين موجود بال left upper abdominal cavity تلاحظ صاير يعني حتى ملاصق لل stomach its function is to remove old and damaged blood cells and microorganism العمل ماتو هو رح يوخر إنا أو يبعد إنا أو حتى يتخلص من old وال damaged يعني الكرات الدم الحمراء تعرفون أنها إلى أمر معين بعدها رح تنتهي يعني هي متطول طول العمر هي خلايا خلي نقول متجديدة فمن تكبر رح وتمر بال spleen spleen رح يحتجزها يمة ويتخلص من عدها أي شي يعني كبير يعني قصت كريد بلاس كبيرة كانت أو هي يعني متحطمة يشوفها مريضة وكذلك أيضا يتخلص من المايكرو أرغنزم يعني يتخلص من الريد بلاس اللي إحنا ما نحتاجها الجسم ما يحتاجها تكون عندي مضرة وأيضا يتخلص من المايكرو أرغنزم يعني أيضا كجهاز للمناءة قبل الولادة قبل الولادة يعني نقصد عندما يكون الإنسان جنين بهذه المرحلة رح يكون عند فترة يكون بيها البلاس سيل في الطفولة المبكرة هو عند يعني خليق الوظيفة يلعب دور مهم بالبناء والحفاظ على الجهاز المناعي ثايموس الغدة السعترية تسميها تعرفون هنا احنا شرحنا عن هذا بضبط هذه المنطقة هي منطقة المدياستينم والثايموس بالحقيقة موجودة بالانتيرير مدياستينم إذا تذكرون نقول يعني أكو عندنا سوبرير وانفيرير مدياستينم هي موجودة بالحقيقة يعني بالثنين السوبرير والانفيرير مدياستينم خلف السترنم مباشرة خلف عظم القص مباشرة عند الولادة هذه الغدة أو هذا التشو راح يكون عندنا أكبر ما موجود بالليمفاتيك سيستم في هذه المرحلة بعد الولادة راح يلعب دور مهم جدا في بناء جهاز المناعي للطفل أو للحديث الولادة ثايموس بالحقيقة بالحقيقة هذه الخلايا الليمفوسايد عدتها سبك رو تنقسم إلى بي ليمفوسايد وتي ليمفوسايد سيسمي الليمفوسايد على اسم الثايموس يأخذ أول حرف من الثايموس فسمي T-Lymphوسايد ليش يعتبر مدرسة إلا هذه الغدة راح تعلم T-Lymphوسايد أنه تفرق ما بين الخلايا ما بين الشخص نفسه ما بين الجسم نفسه بحيث ما تحاربها وال الخلايا اللي هي تكون عندي غريبة أجنبية يعني تحارب فقط الخلايا الأجنبية تبدي تميز هذه الثايموس يعلمها كيف يتميز أنه هذه خلية من الجسم أنا ما قعد أحاربها أو هذه خلية جدي من خارج الجسم لأ هذه لازم أقتلها زين هذا يعني هذا يعني أن في الثايموس في الغد السعترية التليمفوس راح تتعلم ويعني عندما تتعلم راح تصير ماتور ماتور يعني ناضجة حتى تبدي تعمل كخلايا دفاعية هذا الأضو الثايموس راح يستمر بال يعني النمو خلي نقول إلى مرحلة البلوغ لكن بعد المرحلة البلوغ عندما الشخص يبدأ يعني يصير بالغ بعد مرحلة البلوغ عندما البيو بورتي هو مرحلة يعني خلي نقول المراهقة زين الشخص لما نكون عندنا يبدأ خلاص صار شخص بالغ يعني خلي نقول وكيف يعني وار العشرين بال خمسة وعشرين وعشرين هذا أسمي أدلت هذي ال ال هذا راح يفقد من السيز ما يصير به يتقلص الحجم مات راح يقل وبالإضافة إلى أنه يقل لما نشوف تحت المجهر يعني ناخذ شرائح من عنده ونشوف تحت المجهر راح تتبدل الخلايا مات أغلب الخلايا مات راح تختفي وتستبدل ب fat cells خلايا دهنية راح نشوف داخله عدد قليل من الخلايا الأصلية مات والبقية كلها متحول إلى fat tonsils اللي هي اللوز tonsils are collection of lymphatic tissue عبارة عن مجموعة من الأنسجة اللمفوية يعني اللمفية located within the pharynx هذه tonsils وين موجودة وين موقعها موجودة في البلعوم they collectively form arranged arrangement يعني مع بعضها مع بعضها إذا نجبعها راح تكون لي مثل الحلقة لأن هي بالحقيقة موجودة تحت وموجودة على الجوانب وموجودة إلى الأعلى فش سوي لي رنج هذا رنج أسمي نان أز وولدرز رنج لما أقول لك شنو تعدد لي هذي من شنو تكون من وين موجودة الفارنج تونسل موجودة الفارنج تونسل بسقف هذه المنطقة هذه هي الفارنج تونسل بسقف البلعوم هذه المنطقة هذه منها لهنا هذه كلها المنطقة هي الفارنج أي البلعوم فالفارنج تونسل موجودة بسقف البلعوم وعدنا تونسل تونسل هذه موجودة يم الأستيكيان كنال على الجانبين يعني عندي رايت وليفت تونسل يعني عندي اثنين ملأتها قريبة من قناة أستاكي وعندي أيضا بالاتاين تونسل اللي أيضا عدتها اثنين هذه هي بالاتاين تونسل مننا ومننا هذه أكثر واحدة نقدر نشوف البقية ما نقدر نشوف هذه من الشخص يكون عنده التهاب اللوزتين ويفتح حلقة راح يشوف ها بهذه الطريقة راح يشوف ها حمرة وبعض الأحيان مو بس حمار راح يشوف عليها نقط بيضة أو نقط صفرة يعني هذه النقط البيضة أو الصفرة وهذه معناها متكون خراج يعني متقيحة والحمار يعني معناها ملتهبة هذه اسميها أخيرا أكون عندي ما يسمى بال lingual tonsel هذه lingual tonsel موجودة بال base of the tank هو اللسان وهذه قائدة اللسان أسميها lingual tonsel اللوزة اللسانية لنف نوديول هذه النوديول مصغر النود نود عقدة هذه عقيدة وقيدة لنفاوية small localized collection of lymphoid tissue عبارة عن أيضا تجمع لل lymphoid tissue لكن عند تكون small مثل ما تلاحظون هنا هذا تحت المجهر يعني أنا ما أقدر أشوف ها بالعين المجرد لازم أخذ سلايد وحط تحت المجهر يلا أتبين عندي lymph نوديول أو بعض أحيان سمي lymphatic نوديول عادة تكون عندي موجودة في منطقة النسيجة الرابطة أو النسيج الرابط الخلالي نسيج رابط خلالي اللي هو يكون موجود بنيث ميوكس مامبرينز يعني تحت الميوكس مامبرينز يعني اللي هي الأخشية المخاطية الأخشية المخاطية وين أشوفها أشوفها بالرسپيراتري سيستم بالجهاز التنفسي أشوفها موجودة بالديجستف سيستم الجهاز الهضمي وأيضا أشوفها موجودة باليورنري سيستم الجهاز الباوي إذن as in the digestive system رسپيراتري system and يورنري بلدر لمفوسايت هي الخلية اللمفية the cells of lymphatic system the cells of lymphatic system the lymphocyte are subgroup of the white blood cells يعني هي واحدة من المجموعة الخلايا اللي تكون الwhite blood cells الwhite blood cells بها مجموعة اللي هي lymphocyte neutrophil monocyte eosinophil basophil زين واحدة من أتقلنا منه الليمفوسايت they are play a major role within the body's immune defense يعني تحتل مكانها وتعمل عمل مهم بالدفاع يعني المناعي عن الجسم because they are able to target and eliminate pathogenes ليش هي تعمل هذا العمل لأنه لها قابلية أنه target يعني تحدد الهدف طبعا الهدف ما تقلنا لازم تحدده أنه يكون pathogenes يعني أحياء مجهرية تسبب المرض تتخلص من هذا pathogenes هي تحدده تروح تلزبه وتتخلص من عنده لمفوسايد are formed like all other blood cells such as all white and red blood cells as well as platelet in the bone marrow وين تتكون لدينا هذه لمفوسايد حالها حال بقية البلد cells سواء كان white blood cells أو red blood cells الكريات الدم الحمراء أو البيضاء وحتى الصفائح الدموية اللي هي platelet تتكون كلها داخل البون marrow where they arise from blood stem cells يعني تطلع أو تتكون من خلايا أسميها blood stem cells stem cells هي الخلايا الجذعية فالخلايا الجذعية الدموية هذا كل ما موجود بهذه المحاضرة هي المحاضرة قصيرة إن شاء الله وإذا أدتم أي سؤال إن شاء الله أثناء الميتنج نحن حاضرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر